هاردك منتخب الإمارات هذه كرة الغدم قدمتوا بما يليغ بمنتخبكم وحاولتوا وبدرتوا وصمتتوا أنكم تحققون هدف التعادل وجاءه في الدقاغة الأخيرة لكن النصف ساعة الإضافية أنا أعتقد أن المدرر ما عرف شون يتعامل معاها وكان الضغط موجود والفرص تضيع كان بإمكانه أن يقير من طريقة اللعب ويسكر المنطقة الوسط على الفريق الطاجستي القوي اللي ما حد توقع أن يكون أداءه بمثل هذا الأداء من اللياغة البدنية من الفنيات التكتيك الموجود عنده الثقل اللي موجودة عند اللاعبين فعلا مفاجأة البطولة وتصورنا راح يستمر كذلك في صعوده لكن هاردك منتخب الإمارات هاردك لاعبين هناك أخطاء فنية سواء في خط الدفاع أو في عدم التركيز في خط الهجوم من فرص اللي ضاعت قدمتوا روح عالية استمتتوا لرفع اسم بلدكم ولكن هذه كرة تخدم لابد أن هناك فريق يخسر في المباراة وخسرته بضربات الترجيح ودائما ضربات الترجيح يلعب فيها الحظ واليوم الحظ ما كان معاكم وجاء الحارس طاق جستي اللي قدر يتصده نيكورة اللاعب كايو عموما الأيام ياية وإن شاء الله تجدد الفريق وترجع الروح لللاعبين من خلال الدوري والمسابقات ما راح تنتهي هاردك للإمارات والجمهور الإمارات الوفي اللي كان مساند لفريقه تمنيات لكم بالتوفيق إن شاء الله وديري باركم يا فرقنا العربية من الفريق الطاق جستي فريق قوي متمكن وروح استبسال يعني يثبتون مو بس فقط المشاركة وهذا الفرق أعتقد بين الفريق أو اللاعب اللي بيشارك ويحط اسمه في بطولة والفريق أو اللاعب اللي بيصل إلى أعلى درجات تحقيق الإنجازات تحياتي لكم سعد الحواطين